صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 73 سنة 2016 وذلك بعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقد جاء في المرسوم ما يلي المدة الأولى يعاد تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على النحو الآتي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ويتبعه أولا إدارة الاتصال ثانيا إدارة نظم المعلومات ثالثا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويتبعه واحد إدارة الموارد البشرية اثنان إدارة الموارد المالية ثلاثة إدارة شؤون المعاهد المهنية أربعة الوكيل المساعد لشؤون العمل ويتبعه ألف إدارة التوظيف با إدارة العلاقات العملية جيم إدارة التفتيش والسلامة المهنية دال إدارة التعويضات ودعم التعطل ها إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة خمسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ويتبعه ألف إدارة التأهيل الاجتماعي با إدارة الرعاية الاجتماعية جيم إدارة المساعدات الاجتماعية ستة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع ويتبعه ألف إدارة المراكز أو مراكز التنمية الاجتماعية با إدارة تنمية الأسرة والطفولة جيم إدارة دعم المنظمات الأهلية شكرا